كشفت الوكالة الدولية للطاقة عن تراجع معدل الوصول إلى الطاقة في أفريقيا منذ تفشي فيروس كورونا حيث يعيش ستمائة مليون شخص من دون كهرباء الوكالة في تقريرها عن أفاق الطاقة في أفريقيا لعام 2022 المنشور الاثنين ذكرت أن خمسة وعشرين مليون شخص إضافي حرموا من الكهرباء في القارة الصبراء السنة الماضية بعد أن وضع الوباء ثم الأزمة الاقتصادية حدا لعشر سنوات من التقدم الطاقوي في أفريقيا شهدنا الكثير من التطورات الإيجابية في غانا وكينيا ورواندا ودول أخرى لكن ذلك آخذ في التراجع ارتفع عدد الأفارق المحرومين من الكهرباء بنحو 4% مقارنة بعام 2019 25 مليون شخص إضافي حرموا من الكهرباء في أفريقيا عام 2021 بعد أن وضع الوباء ثم الأزمة الاقتصادية حدا لعشر سنوات من التقدم لا أرى سببا يدعو لتفاؤل عندما أتطلع إلى عام 2022 في ذل ارتفاع أسعار الطاقة والعبء الاقتصادي الذي يضعه على كاهل البلدان الأفريقية المدير والتنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أكد أن أفريقيا بحاجة إلى سيثمارات تقدر بنحو 25 مليار دولار لتوفير الطاقة بأسعار معقولة أفريقيا تتلقى حاليا 7% فقط من تمويل الطاقة الخضراء الذي تقدمه الاقتصادات المتقدمة إلى البلدان النامية يمكن حل مسألة الوصول إلى الطاقة بحلول نهاية هذا العقد باستثمار سنوي قدره 25 مليار دولار وهو المبلغ اللازم لبناء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال كل عام ترجمة نانسي قنقر